بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا معالي الوزير أستاذ الدكتور محمد مختار جمعة السادة الوزراء والسفراء والعلماء الأجلاء الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة ينبغي على من يتحدث وأن يكون آخر المتحدثين عليه أن يلتزم أو يقصر من كلامه فأقول يقول ربنا عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من قشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون القرآن الكريم هو معجزة الله سبحانه وتعالى الخالدة الباقية الدائمة إلى يوم القيامة هذه المعجزة ونزولها باللغة العربية شرف كبير لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العربي القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم وشرف كبير للأمة العربية عليها أن تشكر هذه النعمة وأن تظل شاكرة لها إلى يوم القيامة بحفظ كتاب الله وتلاوته وترتيله إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ملأة الله بقلب سليم الله سبحانه وتعالى حقيقة نهأه مع أيتين الآية الأولى أكرمنا بها فضيلة المفتي وهي المعجزة الأولى بأن يحفظ كتاب الله من غير العرب الكثير والكثير ويهتم بكتاب الله وهذه معجزة كبرى تجد أن كنت طالب ساكن في مدينة البعوث وكان بيصلي جنبي دائما واحد من جزر القمر وجزر القمر دي لغتها لغة فرنسية والله كان يقرأ القرآن يجعلك تخشع ويجعلك تق كأنك واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أخذ المثال الثاني من المعجزات وهو قول الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ آيةٌ واحدة بها أمران وبها نهيان وبها بشارتان أيها البلغاء أيها الفصحاء هل تستطيعون أن تُظهروا لنا هذه البلاغة في هذه الآية الواحدة لا والله عجاز دليل على أن القرآن ليس من عند محمد ولا من عند أحد وإنما من عند المولى عز وجل علمنا القرآن الأدب الأدب في كل شيء في العلاقة مع الله وفي العلاقة مع الإنسان وفي العلاقة مع الطبيعة من حولنا وفي علاقتنا مع الجماد والحيوان وأقرأ بعض الآيات الكريمة يقول ربنا عز وجل معلماً وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا دُسْطُورُ ينبغي علينا أن نلتزم به وأن نعمل به وأن نطبِّقه في كل أخوالنا وفي كل أفعالنا ويقول مولانا عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ما هذا الجمال ما هذا الميان ما هذا الإعجاز القرآني ويقول ربنا عز وجل في علاقة الإنسان بأبويه وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كوى ربياني صغيرة الحي الأمثلة أمامي كثيرة لكن الوقت قد ضاق فدعوني أستسمحكم في بعض الأبيات الشعرية تهنئة لأبنائنا يا قارئ القرآن يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد اقرأ لعل الله يوقظ غافلاً من قومنا ويولين قلب عنيد اقرأ ليرجع ظالم عن ظلمه ويقر بالإيمان كل جحودي كل جحودي اقرأ ليهدأ قلب اقرأ ليهدأ قلب كل مروع من قومنا وفؤاد كل شريدي وفؤاد كل شريدي اقرأ ليسمع كل من في سمعه وقر من الأقصى إلى مدريدي اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى معنى بلوغ مقامها المحمود يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشاً إلى حوض الهدى المورود شنف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ ضربنا المسدود هذا هو القرآن دستور الهدى فيه الصلاح لطارف وسديد قرآننا سر النجاة لنا بما يحويه من وعد لنا ووعيدي أكرم بقوم لأبنائنا أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار أكرم الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكاً يفيض بيانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نوراً في الظلام فكانا سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسانا شكراً لمعالي الوزير على حفظه على كتاب الله وحفظه على حفظ كتاب الله ولا يفوتني إطلاقاً وأرى أن من الواجب أن نشكر صاحب الرعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكرم أصحاب القرآن وحاملته وأجزل العطاء المدي لحفظه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم جميعاً من كل سوء وأن يحفظ مصر من كل سوء اللهم احفظ مصر من كل سوء وأعدها يا ربنا إلى قيمتها وقامتها العربية والإسلامية والإفريقية والعالمية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر